السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ ان شاء الله النهاردة هناخد آآ برنامج مساحته اتنين وخمسين ميجا بايت اسمه شور آآ برنامج بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بعد ما نسطبه هيبقى بالشكل ده. اللي هو آآ بيحول الموبايل لجهاز ريموت كنترول جهاز تحكم. آآ آآ تحكم بالريموت كأن بويلك بالزبط ريموت لأي جهاز في الشقة تكيف آآ تلفزيون ريسيفر آآ لأي جهاز عن طريق انك هتفتح البرنامج عادي وعدم تنزله. طبعا لازم ده بنسبة لاجهزة بالدعم الانفرا. او آآ العشعة تحت الحمراء. تمام? تقدر تعرف ان جهازك بيدعم ده ولا لأ? عن طريق انك انت آآ طبعا عارف امكانية جهازك مش عارفها بتشوف آآ آآ بتبحس عن جهازك على آآ في النت وتشوف اعلامة آآ الاشياء تحت الحمراء والانفرا بيدعمها ولا لأ? آآ بعد كده بتبدأ تشوف دلوقتي انت عايز تعمل آآ ديفايز. اول ما فتحنا البرنامج ده شكل البرنامج. هتقول له او اضافة جهاز. تضغط. يقول لك سمارت ريموت يعني عن طريق الواي فاي ولا ترديشنل ريموت. اللي هو الاي ار. اي ار اللي هو الانفرا. اختصار الاشعة تحت الحمراء. لو انت عايز تعمله عن طريق الواي فاي. قل له اوكي. ما فيش مشاكل. نقول له اوكي. نقول له تي في مثلا. نقول له سامسونج. قد دلوقتي بيبحث. لازم تتاكد ان نفس الموبايل السمارت اللي عندك لازم يكون متصل بنفس الشبكة بتاع الواي فاي. نفسها نفس الشبكة الواي فاي اللي انت اعت فيها على موبايل. يعني ده بينقسم لقسمين. البينامج ده يقدر يتحكم في اي جهاز عن طريق الواي فاي او. عن طريق الاي ار او الانفرا. يعني بيستخدم طريقتين. يعني لو في انفرا كان بها. لو كان في انفرا في موبايلك يقدر يتحكم في اي جهاز. سواء تكييف او ايا كان. او تلفزيون او رسيفر او او مروحة حتى او اي شيء. اه ولو طبعا ما عندكش اه الانفرا تقدر تتحكم عن طريق الواي فاي لو ايه الشاشة عندك اه فيها واي فاي. تمام تقدر انا طبعا هفتح اشغل دلوقتي الشاشة واعمل زي ما انا عملت. اقول له سمارت ريموت اقول له او كي واي فاي واقول له تي في وابدأ ايه? اه اه ابقى جنب الشاشة وارجع لكم تاني. ورجع لكم تاني عملت حاجة اسمها او اضافة جهاز. واخترت عن طريق الواي فاي. اقول له اوكي. اقول له مثلا ميديا شيرنج يعني اه مشاركة الواسائل الاعنام. بيبحث دلوقتي. بيبحث عن التلفزيون او اي جهاز متصل بشبكة الواي فاي. يعني نفس الشبكة اللي انت متصل بها على النت. على مبايلك. اولو ستارت اوفر. ابدأ من جديد. ممكن نعملها من بره سهل. شايفين دي استريم دي استريم اللي في واجهة البرنامج. نضغط عليها. ونقول له مسلا نختار جميع الفيديوهات مثلا فيديوز. دي الفيديوهات اضغط على الفيديو اللي انا عايزه. وقول له سيليكت. بيبدأ يارضهولي على الشاشة مباشرة. انا مش عايز صباح نقول له تمام. برنامج جميل جدا ومفيد جدا. حتى في ملفات عايز تشغلها. تختار الملف وتشغله على الشاشة. وكل سهولة. برنامج بسيط جدا. وسهل الاستخدام. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة. وعمل اعجاب الفيديو لو عجبكم. وبتشكر جدا اشتراك في القناة.